مجلس نواب الشعب التونسي الجديد اختار محمد الناصر رئيسا له في ثاني جلسة برلمانية منذ مباشرة مهمه الثلاثاء الفارد عملية جاءت إطر التصويت على مقترح تم بموجبه إرجاء الانتخاب لتمكين الراغبين في الترشح من تقديم ترشحاتهم إلى منصب الرئيس ونائبيه لكن المفارقة الغريبة بعد هذا التأجيل هي تقديم محمد الناصر القيادي في حركة نداء تونس صاحبة العدد الأكبر من النواب في البرلمان كمرشح وحيد لشغل هذا المنصب محمد الناصر البالغ من العمر ثمانين سنة ونائب رئيس حركة نداء تونس الباجي جيد السبسي حاصل على درجة الدكتوراه في القانون الاجتماعي من جامعة باريس سنة 1976 عينه الرئيس التونسي الراحل لحبيب بورقيبة منذوبا عاما لديوان العمل التونسيين بالخارج ثم وزيرا للعمل وشؤون الاجتماعية على مرحلتين تقلد محمد الناصر منصب رئيس بعتة تونس الدائمة لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية المختصة بجونيف بتعيين من الرئيس المخلوع زين العابد بن علي شغل بعدها منصب وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الباجي جيد السبسي التي قادت البلاد من نهاية فبراير وحتى ديسمبر 2011 إثر الثورة التي أطاحت ببن علي وبوصول محمد الناصر لرئاسة البرلمان تجد حركة نداء تونس من ورائه نفسها أمام تحديات جسيمة أبرزها الوضع الأمني والبطالة وقد كانت قبل ذلك ناقدة بارعة لسلفتها النهضة